اشتركوا في القناة وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أمة الإسلام فالليلة ليلة الجمعة وفيها من الخيرات والبركات من شرف الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وسلم ما يغتنم به المسلم في هذه الأمة المحمدية المباركة بركات عظيمة ورحمات تتجلى وصلوات تتنزل من رب الأرض والسماء كم للصلاة على النبي محمد من نعمة تغشى العبادة ومنتي صلى عليه الله ما وضح الضحى وهفت للقياه القلوب بجنة إن الليلة أيها المباركون وحقها أن نستكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نلتمس من مجلسنا المبارك هذا في رحاب بيت الله الحرام إذ نتدارس خصائصه عليه الصلاة والسلام من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام بن الملق الأنصاري الشافعي رحمة الله عليه فإنها باب عظيم نرد منه الليلة بكثرة صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية وهذا مجلسنا الثاني والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه وقف بنا الحديث في أثناء ذكر أسماء زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام نعم أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ورفع قدرهن وأعلى مكانتهن ورزقنا حبهن وإكرامهن عسى الله عز وجل أن يجعلنا نصيبا من البركة بحبهن وإكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن وقف بنا الحديث عند ثلاث من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مبا ذكرهن ليلة الجمعة الماضية أولاهن أمنا خديجة رضي الله عنها وثانيتهن عائشة رضي الله عنها وثالثتهن سودة وثالثتهن حفصة بنت عمر بن الخطاب ثانيتهن سودة وثالثتهن حفصة رضي الله عنهن أجمعين وسيعقد مجلسنا الليلة في استكمال ما بقي من سيرهن العطرة وأخبارهن النظرة في جملة موجزة واقتضاب يفي بالحديث عن خصائصه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذا الباب وهو حقه في إكرامه في أزواجه عليه الصلاة والسلام وما جعل الله لهن من المناقب والمكارم إكراما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة أم حبيبة بنت أبي صفيانة رملة كانت تحت عبيد الله بن جحش مات عنها بأرض الحبشة وزوجها منه عثمان بن عفانة وقيل خالد بن سعيد بن العاصي وقيل الوليد وهم أولاد عم أبيها بإذنها وقيل النجاشي وقبل له وكيله عمر بن عمية الضمري وأمهرها النجاشي عنها أربعة آلاف درهم وقيل تزوج بالمدينة بعد مجيئها من الحبشة هذه رابع أمهاتنا أمة الإسلام أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي صفيان بن حرب رملة بنت أبي صفيان صخر بن حرب بن أمية اسمها رملة وقيل اسمها هند والأول المشهور عند المؤرخين أمها صفية بنت أبي العاص عمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تزوجت أولا بعبيد الله بن جحش ثم هاجرت معه الهجرة إلى الحبشة في من هاجر من الرجال والنساء المسلمين الأوائل بمكة رضي الله عنهم إلا أن زوجها عبيد الله بن جحش افتتن في أرض الحبشة هناك وتنصر وما تنصرانيا نسأل الله السلام أما هي فقد ثبتها الله رضي الله عنها على الإسلام والهجرة ولما بلغ أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها رضي الله عنها ونكحها قيل الذي زوجها وقد كانت بأرض الحبشة هناك إن الذي زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان وقيل بل خالد بن سعيد بن العاص وقيل الوليد بن سعيد بن العاص وهؤلاء هم أولاد عم أبيها ولم يكونوا أولياء إلا بإذنها فتزوجت بولاية أحد هؤلاء ممن اختلف فيه وقيل بل الذي زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم نجاشي الحبشة حاكمها وأميرها وهو الذي تولى التزويج وقبل النكاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيله عمر بن أمير وأمهر النجاشي يعني دفع مهرها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم فكانت من أعظم أمهات المؤمنين مهرا رضي الله عنها فتم إذن عقد النكاح عليها وهي بأرض الحبشة وبقيت هناك ثم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع من الهجرة وعمرها إذ ذاك بضع وثلاثون سنة رضي الله عنها وأرضاها وقال ابن عبد البر يمكن أن يكون الذي خطبها النجاشي والذي باشر العقدة عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع وهذا كله مما اختلف فيه روي عن قتادة أن النجاشية زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة وأصدق عنه بمائتي دينار وقد تقدم في الصحيح أنها أربعة آلاف درهم وهما متقاربان في الفرق بين قيمة الدينار والدرهم أما النجاشي فكما تعلمون فقد أسلم وكان من إسلامه أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه يوم موته فقام وعز إليهم النجاشية ثم كبر عليه أربعا وكان صلى عليه صلاة الغائب هذه أمنا أم حبيبة رضي الله عنها وربما كان مما يميز نكاحها عن سائر أمهات المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الأمران كونها بعيدة عنه بأرض الحبشة وثم العقد هناك وكون مهرها بلغ أربعة آلاف درهم أمهرها النجاشي رضي الله عنه وأرضاه وما وقع في مسلم أن أبا سفيانة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أزوجك أجمل العرب وأحسبه أم حبيبة قال نعم فطعن بن حزم في شريك راويه فأجاب غيره بأن المرادة تجديد العقد أو غير ذلك مما أوضحته في كتاب الوكالة من تخريج أحاديث رافعي ونقلته إلى شرح العمدة فسارع إليها هذان كتابان للإمام سراج الدين أبي حفص عمر الأنصاري ابن الملق رحمة الله عليه صاحب كتابنا الذين تدارسه غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أحدهما وهو تخريج أحاديث رافعي وهو المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث رافعي الكبير وذكر أيضا شرح العمدة والمسمى بإعلام الأنام بفوائد عمدة الأحكام وكلاهما من كبار الكتب في بابه عزى إليهما هنا ما ذكره من إشكال وقع في رواية الإمام مسلم في صحيحه أن أبا سفيان رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وزوجك أجمل العرب وأحسبه يعني أفضل العرب جمالا وحسب أم حبيبة يقصد ابنته قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحديث لأنه في صحيح مسلم فهو ثابت والإشكال فيه أنها متعلق بفتح مكة فهذا يوحي في ظاهره أنه ما تزوجها صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح مكة والواقع خلاف ذلك تزوجها قبل سنة سبع من الهجرة فهي على الأقل قبل قدوم إلى مكة بمدة قال فطعن ابن حزم في شريك راويه والمراد أن الآئمة المحدثين النقاد رحمة الله عليهم تناولوا هذا الحديث بنقد متنه وبعلة خفية في سنده وابن حزم لم يعله بشريك بل أعله بعمار أحد رواة الحديث عكرمة بن عمار وهو الآفة في الحديث كما ذكر وإن كان من رجال صحيح الإمام مسلم وقد ذكر النووي أيضا أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال وتناوله بالأخذ والرد فلأهل العلم كلام طويل فيما يتعلق بإثبات صحة الرواية فهي من الأحاديث المشكلة وعلى فرض التسليم بصحة الحديث فلأهل العلم أيضا إجابات تدفع الإشكال عن الحديث وعما سبق من الروايات في إثبات زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفتح فقيل مثلا من الإجابات إن المراد بالحديث يزوجك أجمل العرب وأحسبه أم حبيبة قال نعم يوم الفتح المراد تجديد العقد لا إن شاؤه أو غير ذلك قال المصنف وقد اختصر أوضحت ذلك في كتاب الوكالة من تخريج أحاديث الرافعي يعني في كتاب البدر المنير ونقله أيضا إلى شرح العمدة إعلام الأنام بفوائد عمدة الأحكام قال الماوردي وقيل إن في تزويجها نزل قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ولما تنازع أزواجه عليه الصلاة والسلام في حضانة ابنه إبراهيم قال ادفعوه إلى أم حبيبة فإنها أقربهن منه رحما في تزويج أم حبيبة رضي الله عنها نزل أو قيل إنه من أسباب نزول قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم في سورة الممتحنة والمراد بيان أحكام الولاء والبراء في هذا السياق أن الله عز وجل استثناء من أهل الكفر بالله جل جلاله من ليسوا على عداوة وبينهم مودة ورحم فإن الله عز وجل أذن أن يكون من صلة المودة والإحسان ما لا ينبئ على ولاء يناقض أصل الإيمان بالله عز وجل وقد ورد في الروايات أيضا أن أبا سفيان بعد صلح الحديبية قدم المدينة قبل فتح مكة طبعا فأتى يزور ابنته أم حبيبة فلما دخل بيتها وجد الفراش فلما أراد أن يجلس طوته إكراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد في نفسه شيئا والمراد أن الله عز وجل أذن وكانت تلك الفترة مما وقع فيها الترخيص في مثل هذه المعاملات كالإهداء وصلة الرحم التي هي مما جاءت الشريعة بتقرير أصوله العظام بإحكام لا يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء في الإسلام نعم الخامسة منهن أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية تزوجها بعد وفاة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها من المؤمنات العاقلات الحصيفات الموصوفات بالحكمة والسداد وحسن الرأي وبعد النظر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قبله تحت زوجها أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد الذي استشهد شهيدا في بدر ولما حلت خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها في السنة الثانية بعد وقعة بدر أم سلمة رضي الله عنها أول وضعينة هاجرت إلى المدينة ولها من المناقب في هجرتها وتضحيتها وصبرها أنها ابتليت بلاء عظيما فرق بينها وبين زوجها وولدها لكنها صبرت وآثرت الإيمان والهجرة فقدمت المدينة ولما استشهد زوجها أبو سلمة أمرت رضي الله عنها أن تصبر وتحتسب أن تدعو الله عز وجل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها مع الاسترجاع فما ظنت أن خيرا من أبي سلمة زوجها الذي استشهد رضي الله عنه ما ظنت أنها ستجد مثله في صبره وإيمانه وحسن إكرامه لها حتى أكرمها الله بنبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي صاحبة الرأي السديد التي أشارت عليه يوم الحديبية لما وجد عليه الصلاة والسلام من تأخر أصحابه في الامتثال بالتحلل من إحرامهم إثر الصلح وشروطه التي وقعت منهم موقعا عظيما فأشارت إليه أن يحلق رأسك واخرج إليهم ففعل فبادروا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما كما في الصحيح السادسة ميمونة بنت الحارث خالة بن عباس وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في قبول نكاحها وهي بمكة وهل كان حلالا أو محرما ففيه خلاف قدمته ودخل بها عام الفتح سنة ثمان بسرف وبه ماتت وبدأ به صلى الله عليه وسلم المرض في بيتها وروي أنه تزوجها عمرة القضاء وكانت سنة سبع قال عطاء وكان لا يقسم لها فلعله كان برضاها وهو ما حكاه القرطبي في تفسيره المعروف أن التي لا يقسم لها سودة قال عطاء وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة هذه سادسة أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ميمونة بنت الحارث وقد تقدم في ترجمتها أنها من بني هلال بن عامر بن صاصعة تزوجها مسعود بن عمر بن عمير نثق فيه في الجاهلية ثم فارقها ثم تزوجها بعد أبورهم ابن عبد العزة فتوفي عنها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجه إياها العباس ابن عبد المطلب وكان يلي أمرها ميمونة بنت الحارث هي أخت أم الفضل الهلالية الزوجي العباس بن عبد المطلب فلذلك هي خالة عبد الله بن عباس أخت أمه أم الفضل أختها من أبيها وأمها شقيقتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع في عمرة القضاء أو عمرة القضية وهي العمرة التي وقعت بعد صلح الحديبية بسنة إذ كان من شروط صلح الحديبية كما تعلمون أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عامه ذاك وأن يرجع إلى العمرة في العام الذي يليه فكانت عمرة القضاء تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ووكل أبا رافع في قبول نكاحها وهي بمكة هل كان في عقده للنكاح بها عليه الصلاة والسلام محرما أم حلالا فيه خلاف تقدم ذكره وفيه الخلاف في الروايات عن كل من ميمونة وأبي رافع وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عن الجميع وتقدمت المسألة في الخصائص هل كان من خصائصه حل النكاح حال كونه محرما أو لا وتقدم الخلاف هناك وترجيح الراجح تزوجها في عمرة القضاء سنة سبع ودخل بها عام الفتح سنة ثمان بسرف وهو الموضع الواقع شمال مكة للخارج من التنعيم في طريق المدينة تزوجها هناك ثم بقيت معه حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها سنة إحدى وخمسين وقيل سنة ست وستين واتفق أن موتها كان بنفس الموضع الذي كانت به لما عقد عليها رضي الله عنها بسرف فماتت بسرف ودفنت هناك وبدأ به المرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي فارق به الدنيا صلى الله عليه وسلم ابتدأ شكايته وإحساسه بالوجع ليلتها في بيتها رضي الله عنها وأرضاها ثم كان يطاف به على بيوت أزواجه حتى استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة فأذن رضي الله عنه وانتقل إلى عائشة في بيتها حتى وافاه الأجل ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم قول المصنف روي أنه تزوجها عمرة القضاء وكانت سنة سبع وهذا هو الصحيح أنه تزوجها في عمرة القضاء سنة سبع أما الذي قدمه النصنف أنه كان عام الفتح فهو مرجوح بل الراجح أنه تزوجها في عمرة القضاء وبنى بها وأخذ بها إلى المدينة رضي الله عنها وأما قول عطاء كان لا يقسم لها يعني في المبيت فلعله كان برضاها هذا أخرجه مسلم في الصحيح من قول عطاء رحمة الله عليه وأخرج أيضا من قول عطاء أن التي كانت لا يقسم لها من نسائه صفية رضي الله عنها والله أعلم قال المصنف وهو ما حكاه القرطبي وفي تفسيره قال الإمام النووي قال العلماء هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء وإنما الصواب سوداء وهذا الثابت في الصحيح كما قال المصنف المعروف أن التي لا يقسم لها سوداء قال عطاء وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة كما تقدم سنة 51 وقيل سنة 66 رضي الله عنها السابعة صفية بنت حيي بن أخطب من سبي بن النظير من ولد هارون عليه السلام اصطفاها عليه الصلاة والسلام وأعتقها وتزوجها في سنة سبع وهي التي أهدت إليها زينب بنت سلام اليهودية الشات المسمومة فأكل منها صلى الله عليه وسلم وسميت صفية لاصطفائها من المغنم وقيل بل كان اسمها من قبل سابع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا صفية بنت حيي بن أخطب وهي من سبط هارون ابن عمران النبي عليه السلام من سبي بن النظير في غزوة بن النظير وقعت في السبي أسيرة فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عطقها صداقها كما تقدم وكان ذلك سنة سبع من الهجرة وتقدم طرف من الخلاف عند الفقهاء في مسألة عطقها وصداقها وهو من الخصوصيات أم هو جائز بالإذن العام وكل ذلك تقدم في مجلس سبق أعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عطقها صداقها فأكرمها وأنزلها منزلة فوق السبي أسيرة إلى أن تكون معتقة لا بل وجعل عطقها صداقها فارتقت في الشرف والمكارم رضي الله عنها إلى أن تكون أم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين سميت صفية قيلة لاصطفائها من المغنم يعني أنها لما وقعت في السبي فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه لما قال لأنها كانت رضي الله عنها ذات مكان وهي الواقعة في نسبها وعلو شأنها أن كانت ابنة سيد من سادات اليهود حيي بن أخطب وعظيم من عظمائهم وكبير من كبرائهم ثم أيضا إن لها نسبا شريفا يتصل بالأنبياء الكرام كما تقدم فهي من سبط هارون بن عمران النبي عليه السلام ولذلك اصطفاها قيل فلما اصطفاها سميت صفية فإنها من صفي المغنمي يعني الذي اختير منه واصطفي اصطفاء ولذلك سميت صفية قيل بل كان اسمها هذا من قبله أيضا يذكر في سيرتها رضي الله عنها أنها هي التي أهدت إليها اليهودية زينب بنت سلام الشات المسمومة التي أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها من قبيلتها ومن عشيرتها فإذ أهدتها أهدتها لما بينهما من الرحم والقرابة والنسب فأهدت الشات وسمتها كيدا ومكرا بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في علم أمنا صفية رضي الله عنها هذا الكيد والخبث والمكر لكن الله أراد أمره سبحانه وتعالى فجاء بالشات المسمومة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جعلت له السم في الذراع لعلمها أنه يحب الذراع صلى الله عليه وسلم فأكل منها وأكل منها بعض أصحابه كبشر بن البراء بن معرور فأصيب من يومه ذاك وفي الحديث قصة طويلة وفيها أيضا في أخبار السيار شأن فقهي يتعلق بشأن هذه اليهودية التي سمت الشاتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثامنة جويرية بنت الحارث من بن المصطلق من خزاعة سبيت في غزوة المريسيع وقد تقدم في رواية أنه عليه الصلاة والسلام جعل عدقها صداقها وفي أبي داود أنها جاءت تستعينه في كتابتها قال النبي صلى الله عليه وسلم أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت قد فعلت فلما تسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها أرسلوا بما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أبرك امرأة على قومها عتق بسببها أكثر من مئة أهل بيت من بني المصطلق ثامن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين جويرية بنت الحارث قيل اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق من بني خزاعة كانت تحت رجل يقال له مسافع بن صفوان قتل يوم المريسيع غزوة المريسيع أو التي تسمى بغزوة بني المصطلق سنة ست أو خمس من الهجرة على خلاف سوبيت رضي الله عنها ووقعت في الأسري إذن هتان ثنتان من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين وقعت أسيرتين في السبي قبل أن تكون زوجتين ومن أمهات المؤمنين تقدمت صفية بنت حيي بن أخطب ووقع أسرها في غزوة بن النظير في سبي بن النظير وأما جويرية بنت الحارث فإنها وقعت في سبي غزوة بن المصطلق سنة أربع أو خمس من الهجرة لما وقعت في الأسري جويرية رضي الله عنها كانت من سهم خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فعقد معها عقد كتابة وعقد الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده على مبلغ معلوم فكاتبت ثابت بن قيس بن شماس على مبلغ على تسع أواق فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها فلما جاءت وقدمت عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير من ذلك قال أولك في خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قد فعلت فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأداء كتابتها وتزوجها وأعتقها وقيل في رواية أنها هي التي أعتقها وجعل عطقها صداقها لكن الصحيح أن تلك صفية وأما هذه فقد كاتبها والفرق بين العطق والكتابة الكتابة دفع مال إلى سيد يملك العبد وأما العطق فيملكه السيد المالك ابتداء فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام تسامع الصحابة بهذا الخبر وأنها غدت في عداد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادروا رضي الله عنهم إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام فأرسلوا بما في أيديهم من السبي يعني أعتق كل أسيره الذي وقع في سهمه من السبي وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فكانت أبرك امرأة على قومها عتق بسببها أكثر من مئة أهل بيت من بني المصطلق فغزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع كما تسمى في السيرة النبوية التي وقع فيها أسر أمنا جويرية وزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها في شأن سيرتها الحديث المشهور المعروف في الأذكار والأوراد وفضائل ذكر الله عز وجل فيما أخرج الترمذي وغيره حديثها الذي كانت تقعد تسبح في مسجدها لما مر بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج وأتاها قريبا من نصف النهار فقال ما زلت على حالكي قالت نعم قال ألا أعلمك كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضى نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماتي بتكرار كل واحدة منهن قال الترمذي حديث حسن صحيح فالمقصود أنها هي التي عرفت رضي الله عنها بكثرة ذكرها ودوام أنسها بالدعاء والذكر والصلة والتأله لله جل وعلا رضي الله عنها وأرضاها التاسعة زينب بنت جحش وكان اسم أبيها مرة فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم جحشا وقال لو كان مسلما سميناه اسما من أسمائنا وكانت ابنة عمته لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب تاسع وآخر زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم التي ما زلنا في سيريهن العطرة منذ مجلسين زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عمته أميمة بنت عبد المطلب وزوجها جحش وهذه زينب بنتها رضي الله عنها كان اسم أبيها مرة فسماه جحشا رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال لو كان مسلما سميناه اسما من أسمائنا زينب هي التي تزوجت أولا بزيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ممن أسلم قديما وممن هاجر إلى المدينة عرفت بجمالها وعقلها وعلو حسبها ونسبها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام لزيد مولاه الذي كان يقال له زيد بن محمد فقالت يا رسول الله لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش فقال إني قد رضيت لك فنزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فرضيت فزوجها ثم نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا فطلقها زيد فلما حلت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من حكمة إلهية عظيمة كانت في تقرير حكم شرعي وإثباته وتفنيد بعض رواسب الجاهلية وآثارها في التبني وإنزاله منزلة الأبناء فكان ذلك من الحكم الذي أزال به الإسلام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وزواجه من زينب بنت جحش التي كانت زوجة زيد بن حارثة أولا فهذه تاسع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين وبدأ ابن الأثير في جامعه بعائشة ثم بحفصة ثم أم سلمة ثم بزينب ثم بأم حبيبة ثم بصفية ثم بجويرية ثم بسودة ثم بميمونة وهذا الترتيب بحسب فضلهن كما ادعاه صاحب المطلب لا بحسب التقديم في النكاح هكذا فعل ابن الأثير رحمه الله في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه رتب أمهات المؤمنين على النحو الذي سمعتم ابتدأ بعائشة ثم بحفصة ثم أم سلمة ثم زينب ثم أم حبيبة ثم صفية ثم جويرية ثم سودة ثم ميمونة قال وهذا الترتيب بحسب فضلهن فإن خديجة إذن لم يذكرها رضي الله عنهن في هذا الترتيب لأنها ليست ممن كن معه بعد الهجرة بالمدينة وإنما حصر الترتيب في أمهات المؤمنين ألا تجتمعنا في وقت واحد في عصمته عليه الصلاة والسلام ولم تكن خديجة رضي الله عنه يشاركها أحد قط في صحبتها وعشرتها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف هذا الترتيب بحسب فضلهن كما ادعاه صاحب المطلب يعني إمام الحرمين لا بحسب التقديم في النكاح يعني لا علاقة لهذا الترتيب بسنة الزواج أو النكاح لكنه بحسب الأفضلية والمناقب التي ثبتت لكل منهن رضي الله عنهن جميعا قال فإن أول من تزوج بعد خديجة على المشهور عائشة ثم سوده يعني وهذا يخالف الترتيب المذكور عن ابن الأثير لأنه بدأ بعائشة ثم حفصة ثم أم سلمة ولو أردنا الترتيب بحسب ترتيبهن في عقد النكاح فهو كما يذكر هنا المصنف الآن فإن أول من تزوج بعد خديجة على المشهور عائشة ثم سوده ثم حفصة ثم أم سلمة ثم أم حبيبة ثم زينب بنت جحش ثم ميمونة ثم جويرية ثم صفية كذا قال يعني هذا القول المنسوب لإمام الحرمين في المطلب رحمة الله عليه وقال أعني بن الأثير في معرفة الصحابة أول نسائه خديجة هذا الترتيب نص عليه بن الأثير في غير كتابه جامع الأصول وهو كتاب الذي خصه لمعرفة الصحابة في معرفة الصحابة فإنه رتب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام على نحو مختلف إذن قصد بالترتيب الأول في جامع الأصول ربما كان معنى المناقب والفضيلة كما ذكر إمام الحرمين وأما في معرفة الصحابة فقد بوب بقوله باب أزواجه صلى الله عليه وسلم وسراريه يعني من عقد عليها عقد نكاح ومن وطئها جارية بالتسري بملك اليمين فقال أول نسائه خديجة ثم بعدها سودة وقيل عائشة نعم ثم سودة وقيل عائشة على خلاف تقدم ليلة الجمعة الماضية في من قدم سودة ومن قدم عائشة والجمع بين القولين أن التي عقد عليها أولا بعد خديجة عائشة عقدا أما الدخول فقد تأخر الدخول بها إلى ما بعد الهجرة بالمدينة وأما سودة فكانت أسبق في الدخول بها بمكة فإنها كانت زوجة له قد تبنى الدخول بها بمكة قبل الهجرة وتزوج حفصة سنة ثلاث وزينب بنت جحش سنة خمس وقيل غير ذلك وأم حبيبة سنة ست وبنى بها سنة سبع وجويرية سنة ست وقيل خمس وميمونة سنة سبع وصفية سنة تسع وزينب بنت خزيمة الهلالية سنة ثلاث وأم سلمة سنة أربع رضي الله عنهن جميعا فهذا موجز ما يتعلق بمناقب موجزة مختصرة مقتضبة من شأن السيرة العطرة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين بدأ المصنف رحمه الله كما سمعتم في مجلس الليلة وما سبقه من مجالس بهؤلاء الزوجات أجاب أو أورد أولا رحمة الله عليه من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مات قبله فذكر منهن عددا ولما انتهى من خديجة أولا وأعقبها بعد 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 من الزوجات التي مات قبله ستة نسوة ثم أعقبه بتسع نساء مات عنهن فمات وهن في عصمته زوجات التي ختمناهن الليلة بأمنا زينب بنت جحش رضي الله عنهن جميعا وأما الثمان التي فارقهن في حياته فأسماء بنت النعمان الكندية المستعيدة على أحد الأقوال على أحد الأقوال وقد تقدم الخلاف فإنه في ذكر تحديد عينها خلاف في تسميتها فقيل هي ابنة الجون الكندية وهي المذكورة هنا في هذا الباب لها ترجمة وافرة عند أصحاب كتب الطبقات وتراجم الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن سعد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان وكانت من أجمل أهل زمانها وهذا على ما أورده في أثر ابن عباس رضي الله عنهما وهي التي لم يدخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وقد استعاذت قال الحقي بأهلك بأهلك فقد استعذت بمعاذ وليلى بنت الخطيم الأوسية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غافل فضربت ظهره فقال من هذا أكله الأسد فقالت أنا ليلى جئت أعرض عليك نفسي فقال قد قبلت ثم علمت كثرة ضرائرها فاستقالته فأقالها فدخلت حائطا بالمدينة فأكلها الذئب هذا ما يتعلق بترجمتها ولكونها لم تظهر بشرف الزوجية لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإن كتب الرواية الحديثية المسندة لم تحفل بذكر واقعة تنص على شأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المذكور هنا كما أورده ابن سعد أيضا في الطبقات وعنه نقل المصنف رحم الله الجميع ما سمعتم أنها عرضت نفسها فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام لكنها لم تطق كثرة الضرائر فاستقالت فأقالها ثم دخلت حائطا فأكلها الذئب إشارة إلى استجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من هذا أكله الأسد وقد أتت فضربت ظهر النبي عليه الصلاة والسلام على حين غفلة كذا أورده ابن سعد في الطبقات والعلم عند الله وعمرة بنت يزيد الكلابية دخل بها ثم رآها تتطلع فطلقها كذا أخرجه ابن سعد أيضا بسند فيه الواقدي والواقدي متروك الحديث كما تقدم قال تزوج النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من بني عامر فكان إذا خرج تطلعت إلى أهل المسجد فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أزواجه فقال إن كنا تبغين عليها فقلنا نحن نريكها وهي تطلع فقال نعم فأرينه إياها وهي تطلع ففارقها كذا عند ابن سعد في الطبقات لكن السند فيه الواقدي لا يقبل حديثه والله أعلم العالية بنت ضبيانة دخل بها ومكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها هذه الرابعة من الثمان التي فارقهن في حياته العالية بنت ضبيان دخل بها ومكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها وقال ابن سعد مكثت عنده دهرا إشارة إلى طول المدة لكنها لم تبقى زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وفاطمة بنت الضحاك اختارت فراقه عند التخيير ففارقها بعد الدخول هذا أيضا ذكره ابن سعد وقيل هي كانت التي استعادت لما قالت أعوذ بالله منك فاطمة بنت الضحاك قيل إن اختارت الفراق يعني كانت زوجة فلما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن الآية فإنهن اخترن البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إن فاطمة بنت الضحاك ممن اختارت الفراق وقد كانت زوجة ففارقها لكن ذلك أيضا مما لا تثبت فيه رواية مسندة يمكن التعويل عليها أما ابن سعد رحمه الله في الطبقات فذكر الأربع هؤلاء فاطمة بنت الضحاك ودعالية بنت ضبيان وعمرة بنت يزيد وليلى بنت الخطيم الأوسية وذكر الخلافة في أنهن ممن استعذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهن الكلابي على خلاف في اسمها وذكر هذا الخلافة بين هذه الأسماء والعلم عند الله وقتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس تزوجها في مرضه فاختارت فراقه ولم يدخل بها هذه أيضا تذكر في من لم يثبت دخول النبي عليه الصلاة والسلام لكن أما وقد وقع العقد فإن الفراق يكون طلاقا فهي زوجة عقدا لا دخولا وقد ذكر ابن سعد أيضا أنه قبل أن تصل إليه بلغها وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فارتدت مع قومها ثم أسلمت وهي التي سبق لنا في موضع سابق أنها لما تزوجت بعكرمة ابن أبي جهل غضب أبو بكر رضي الله عنه وهم بعقابها وعكرمة فلما ذكر له عمر أنها لم تعد زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يصدق عليها قول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا كف عن ذلك حيث لم تنى الشرف الزوجية فلا يتناولها حكم التحريم الأبدي بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومليكة بنت كعب الليثية كانت مذكورة بالجمال فقيل إن عائشة رضي الله عنها دست إليها ألا تستحين تزوجي قاتل أبيك يوم الفتح فاستعيذي منه فإنه يعيذك ففعلت فطلقها هذه أيضا في من ذكر أنها ممن استعاذت وعلى خلاف بين المؤرخين وأرباب السير في المستعيذة بالله من نبي الله صلى الله عليه وسلم وتحديد اسمها فذكرت مليكة بنت كعب الليثية بينهن كما في الرواية هنا التي أخرجها ابن سعد في الطبقات وزاد فيها لأنها لما قالت ذلك فطلقها النبي عليه الصلاة والسلام جاء قومها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنها صغيرة وإنها لا رأي لها يعني يريدون أن يجدوا عذرا وإنها خدعت فارتجعها فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا أن يتزوجها قريب لها من بني عذرة فأذن لها فتزوجها العذري وكان أبوها قتل يوم فتح مكة قتله خالد بن الوليد بالخندمة في من قابل ممن حمل استلاحة من فئة قليلة ووقع قتيلا ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لها إنها قد قتل أبوها ألا تستحين تتزوجين قاتل أبيك يوم الفتح فاستعيذي بالله منه فإنه يعيذك ففعلت فطلقها وامرأة من غفار رأى بكشحها وضحا فقال ضمي إليك ثيابك والحقي بأهلك فهؤلاء ثمان دخل منهن بثلاث امرأة من غفار من بني غفار يعني قيل اسموها العالية وأخرج قصتها المذكورة هنا الحاكم في المستدرك لكن الذهبية قال في إسناده ابن زيد ليس بثقة رأى النبي عليه الصلاة والسلام بكشحها وضحا يعني بياضا والكشح الوسط في جسد المرأة في وسطها رأى بياضا يعني أشبه ببياض البرص واختلاف اللون ما يشير إلى عيب فقال ضمي إليك ثيابك والحقي بأهلك قال فهؤلاء ثمان دخل منهن بثلاث والمراد هذه الغفارية وما تقدم أيضا في شأن العالية بنت ضبيان وفاطمة بنت الضحاك فهؤلاء الثمان دخل منهن بثلاث الجامع بينهن ثمانيتهن رضي الله عنهن أنهن فارقهن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مماته فلم يمت عنهن وهن زوجات وهذا موجز ما أراد المصنف رحمه الله تعالى من جمع هذا العدد في من فارقت النبي عليه الصلاة والسلام قبل مماته ومن فارقها هو صلى الله عليه وسلم قبل مماته ومن فارقهن بمماته صلى الله عليه وسلم ذكر في الأولى ستة نسوة ومن فارقهن تسع نسوة بالممات ومن فارقهن قبل الممات عليه الصلاة والسلام ذكر ثمان نسوة فمجموع ما ذكر المصنف هنا ثلاث وعشرين امرأة ثلاث وعشرون امرأة على خلاف أورد مجموعة عدده تقدم في صدر مجلس ليلة الجمعة الماضية تذنيب أخرج في الصحيح أنه عليه المراد بالتذنيب في هذا العنوان ذكر مسألة تأتي في ذنب الباب يعني في ذيله وآخره وربما يقول بعضهم تذهيل فالتذهيل من الذيل والتذنيب من الذنب والمراد به ما يأتي آخرا كما أن الذيل أو الذنب يأتي في آخر جسد الحيوان فكذلك الذنب والذيل معنويا هنا يأتي أيضا في تشبيه المحسوس مجازا بأنه يأتي في آخر المسألة إرادا تختم به المسألة ويكون ذيلا لا صلبا في المسألة ولا أصلا متعلقا بها لكنه تتمة تأتي للإفادة ونحو ذلك أخرج في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قيل لأنس وكان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وهو صريح في الجمع بين إحدى عشرة في وقت واحد التسع التي مات عنهن واثنتان غيرهن ولا يجوز أن يكون أحدهما زينب بنت خزيمة لأنه لا يجمع بينها وبين أختها ميمونة نعم يجوز أن يكون من الثلاثة المتقدمة التي دخل بهن إما أسماء وإما فاطمة أو عمرة نعم هذه الفائدة التي ذنب بها المصنف أو ذيل بها المسألة ما أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار قال في آخر الرواية وهن إحدى عشرتاء قيل لأنس وكان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين في الصحيح أيضا من حديث أنس أنه أعطي قوة ثلاثين كما في كتاب الغسل من حديث أنس في صحيح البخاري يعني في قوته في الجماع صلى الله عليه وسلم وموضع الشاهد قال وهن إحدى عشرة السؤال كيف تكون إحدى عشرة امرأة وقد سمى المصنفها هنا تسعا في من مات عنهن صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تقول هناك ثنتان قال المصنف لا يجوز أن تكون واحدة من الثنتين زينب وبنت خزيمة لأنها عندئذ ستكون مجموعة مع أختها ميمونة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ممتنع فإنه لا يجوز الجمع بين الأختين فقال يمكن أن يكون يعني الثنتان من الثلاثة المتقدمين التي دخل بهن إما أسماء أو فاطمة أو عمراء يعني في من فارقهن على خلاف فارقهن بالتخيير فارقهن بالطلاق فارقهن بشيء مما تقدم هذا وجه في الجمع في المسألة وأما الوجه الذي قدمه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في الجواب عن هذا الحديث فهو ما يتعلق بذكر العدد قال ابن خزيمة تفرد بذلك يعني قوله وهن إحدى عشرة امرأة قال تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه ورواه سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قداد فقالوا تسع نسوة فعلى هذا يرجح ابن خزيمة فيما ذكر بين خلاف الرواة في الحديث عن أنس عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم أن الراجحة مروا أنهن تسع فيزول الإشكال ولا خلاف وأما إثباته الإحدى عشرة فيحتاج إلى جواب أما الجواب الذي جمع به ابن حبان في الصحيح بين الروايات في صحيحه بأن حمل ذلك على حالتين لكن بيعني أنه تسع نسوة في حال وإحدى عشرة في حال قال لكنه وهم في قوله إن الأولى كانت في أول قدومه بالمدينة حيث كانت تحته تسع نسوة والحال الثاني في آخر الأمر اجتمع عنده إحدى عشر امرأة وموضع الوهم أنه لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده سوى سودة فلا يصح أن يقال كنا تسعا ثم دخل بعائشة ثم تزوج أم سلمة ثم حفصة وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة ثم زينب بنت جحش في الخامسة ثم جويرية في السادسة ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة وهؤلاء جميع من دخل منهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور وعلى خلاف أيضا في ريحانة من سبي بني قريضة وفيها جزم بن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها وضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه والأكثرون أنه ماتت قبله سنة عشر وكذا الخلاف في زينب بنت خزيمة بعد دخولها بقليل شهرين أو ثلاثة وعلى هذا فلم يجتمع عنده صلى الله عليه وسلم في وقت واحد أكثر من تسع نسوة فترجح رواية مروا عن أنس سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة وهن تسع لا رواية إحدى عشرات امرأة وهذا جواب يزول به الإشكال فلم يجتمع عنده في وقت واحد أكثر من تسع نسوة صلى الله عليه وسلم فترجح رواية سعيد بن أبي عروبة كما تقدم وتحمل رواية هشام التي المذكورة في الصحيح معاذ بن هشام عن أبيه هشام تحمل رواية على أنه ضم مارية وريحانة وهما جاريتان ضمهن إلى العدد فأصبح المجموع إحدى عشرة ليستا زوجتين لكنه أطلق عليهما أنه من نسائه تغليبا والمقصود كان يدور على نسائه يعني زوجاته التسع وأمتيه الثنتين فيكون المجموع إحدى عشرة امرأة فإن قيل كيف عدة يعني مارية وريحانة في نسائه ولسنا وليستا زوجتين قيل هذا تغليبا أطلق عليهما من نسائه وإلا المراد ما تقدم والله أعلم فائدة تسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية أم ولده إبراهيم وريحانة بنت عمر وهي من بني قريضة ثم أعتقها فلحقت بأهلها وقيل إنه تزوجها ثم طلقها وقيل مات عنها وهي زوجة وفي الشامل لابن الصباغ أنه اتخذ من الإماء ثلاثا نعم هذه الفائدة في تسري أو في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مارية القبطية فهي أم ولده إبراهيم التي أهداها له المقوقس حاكم مصر وريحانة بنت عمر من بني قريضة أعتقها فلحقت بأهلها وهما اللتان سبق ذكرهما مارية وريحانة في من عد في رواية أنس أنه كان عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهر وهن تسع نسوة أو إحدى عشرة مرأة قال المصنف رحمه الله تعالى وقيل إنه تزوجها يعني ريحانة ثم طلقها قيل مات عنها وهي زوجه والراجح خلاف ذلك فيما تقدم في عد النساء زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن الصباغي ذكر أنه اتخذ من الإماء ثلاثا وأضيف لهن مارية وريحانة وما تقدم أيضا في شأن هذه الثالثة التي قيل إن اسمها جميلة أصابها من السبي والعلم عند الله وقد قدمت عن الماوردي أن ريحانة أسلمت ذكرته في المسألة الثانية قبل النوع الثالث وقد آن لنا أن نعود إلى المقصود فنقول المسألة الثانية نعم هكذا تمت مسألتنا الأولى بما أودع فيها المصنف رحمه الله من لطيف إراد ذكر طرف موجز من أسماء زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وطرف من مناقبهن باختصار وإيجاز شديدين تعطر به مجلسنا الليلة وليلة الجمعة الماضية بفضل الله تعالى وفي الباب تتمة للمساء لنأتي عليها تباعا في مجالس ليال الجمعة المقبلة بعون الله تعالى وما تزال ليلتنا هذه ليلة الجمعة أيها المباركون عامرة بكثير من الخيرات رطب لسانك ذاكرا رب الهدى ثن وصل على الحبيب المقتدى الهاشمي محمد طاه الذي روحي وروح المسلمين له فدى فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه أفضل صلاة وأتمها وأزكاها وأعظمها ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا وإياكم في خيرة عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين اللهم اجعلنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين وشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم يا رب موتانا وجميع موتى المسلمين إله الحق يا رب العالمين اللهم اصرف عنا برحمتك وفضلك شر كل داء ووباء عنا وعن عبادك المسلمين اللهم ارحم البلاد والعباد واكشف الغمة وارحم الأمة يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة